سلام عليكم أنا أدهم ومنتيك فويس اليوم راح أتكلم عن تجربتي في الشراء من الانترنت خلال الخمس سنوات السابقة خلال هذه الدقاق البسيطة أول شيء قبل نبدأ أعطي لايك وشير للفيديو إذا كنت تشوفه مفيد وتبغى يوصل للناس أكثر هذا الفيديو راح أتكلم عن تجربتي في الشراء لكن ما راح أدخل في التعقيدات اللي موجودة في الند أكثرها يعني راح أحاول أخليه موجه للأشخاص اللي يبغوني يجربونهم يشترون من الخارج من الانترنت بكل بساطة وسهولة بدون ما نقعد نعقدها مثلا أنا هنا في السعودية فالشحن المباشر يكون لي في السعودية غالبا أستخدم واقع مثل أمازون ومثل آي هيرب هذه موقعين جدا أحبها وتشحن بشكل مباشر طيب ليش أنا أفضل الشحن المباشر على الشركات الطرف الثالثة اللي راح أتكلم عنهم بعد شوي أسباب كثيرة مرة أول سبب أنه هذه الشركات تقدرك كعميل أكثر من أي شركة ثانية فبالتالي إذا صار في مشكلة في منتجهم تقدر أنك تتواصل معهم ويصير أسهل الشغلة الثانية تضمن أن المنتج راح يوصلك ما راح ينكسر ما راح يضيع ما راح يكون الكرتون مشقق ما راح تكون في هذه المشاكل كلها الشغلة الثالثة لو شريت منتج وكان في مشكلة بكل بساطة تقدر أنك تواصل معهم راح يعوضونك بكل بساطة لأنهم يبغون يحفظون على سمعتهم بشكل مباشر اشحن بشكل مباشر من أي شركة شحن مباشرة نجي نتكلم عن طريقة الشحن مباشرة طيب كيف تشحن مباشر منهم مثلا راح ناخد أمازون بما أنهم فتحوا الشحن مباشر أخيرا للسعودية لأنه كان موقف السنوات اللي راحت ونفس الفكرة تقدر تطبقها على أي موقع تدخله راح تدخل بالنسبة للعنوان الشحن راح يطلب منك اسمك الأول اسمك الأخير العنوان وراح لاحظ أني قاعد أقول هنا العنوان مو بالوصف لأن في ناس يحسبون الوصف يقعد يقول لك الشارع فلان يتقاطع مدري إيش خلف مدري وش وجنب أمام لا لا بس العنوان والعنوان هذا إيش يتضمن يتضمن رقم بناية أو رقم العمارة أو رقم البيت أو رقم الفلة أو الشقة اللي هو اسم الشارع اسم الحي وبس خلاص مو بأكثر من كده بس هذا اللي تكتبها لا أكثر طبعا غالبا راح يطلب منك اسم المدينة تكتبها أيضا راح يطلب منك اللي هو يسمونه بالزيب كود أو الرمز البريدي ادخل جوجل وأبحث عن الرمز البريدي وراح يطلع لك الرمز الخاص في مدينتك بالنسبة للسعودية لأن نحن السعودية موضوع الرمز عندنا معقد شوية أهم شيء أهم شيء تحرص عليه لما تشتري من الخارج أنك تحط رقم جوالك بشكل صحيح لأنه بعد ما تشحن الشركة عن طريق أحد الشركات مثلا خلينا نقول DHL ولا FedEx ولا أي شركة تشحن لما يوصل عندك هنا شركة الشحن راح تصل عليك بجوالك وتقول وصف لنا مكان بيتك بالنسبة لي أغلب المواقع الآن بدت تشحن بشكل مباشر للسعودية أو للمنطقة عندنا في الخريج وهذه شغلة مرة حلوة لما نتكلم عن أمازون مثلا إلى الآن مبقل المنتجات فيه تشحن بالسعودية لما تسجل فيه بعضوية وتحط عنوانك اللي هو السعودية كعنوان افتراضي تدخل أي منتج راح تلاقيه يعلمك هذا المنتج تقدر تشحن للسعودية أو لدولتك أو ما تقدر تشحن لدولتك المواقع الآن سيبغى أقولها اشحن بشكل مباشر لما نتكلم عن شركات الطرف الثالث ايش فكرتها؟ فكرة أنك تفتح صندوق عندهم يقول لك احنا نفتح لك صندوق في أمريكا فيفتح لك صندوق ويعطيك العنوان حق هذا الصندوق تقدر تشحن عليه الشغلة هي حلوة مبدئيا بس انت لو تجي تقارنها مع الشحن المباشر راح تلاقي أغلى وراح تلاقي مشاكل أكثر أحيانا لما يضيعون شحنة أو تجيك مقطع أو أي شي هم يقود يرمون اللوم على المتجر والمتجر يقول لك ما للدخل هذه مشكلة في الطرف الثالث فعشان كلا أنا ما أفضلهم أبدا لما يجي تكلم عن تجاربي مع هذه الشركات هلتنيادي من في ناس راح يحتاجونهم أول شركة جربتها هي أروميكس وهذه جربتها قاعدت معي سنتين أو ثلاث سنوات هذه أنا أشوفها بوجهة نظري وحسب تجاربي الخاصة أسوأ شركة عاملت معها شركة جدا 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 سيئة عادي عندهم يضيعون شحنتك مستهترين يسألوا لي شحنات مقطعة للأسف سابقا ومشاكلهم مرة كثيرة أحد الأشغلات اللي شريتها منهم هو أنه شريت مثلا من عندهم طابعة وللأسف أنهم ما وصلواها لي وبعدين قالوا إحنا رجعناها للبائع وبعد أسبوعين نقاشات ما بين البائع يقول لك ما وصل شي لي وآمازون ومدري إيش في النهاية صارت مشاكل كثيرة واشتكيت ونشبت لهم اتصل عليه مدير الشرق الأوسط قال لا والله المنتج عندنا ما شحناه للبائع يعني مرة ما أدري وش أقول صراحة أروميكس ما أنصحكم فيهم أبدا بعدها انتقلت جربت شركة اسمها مايو اس أعتقدين الشركة شهيرة اللي يشترون من الانترنت كثير برة يعرفونها هذه شركة حلوة بس عندها شوي إيجابيات وسلبيات الشركة سريعة في التعامل نوعا ما جيدين بس شغلهم مو بروفشنال يردون بسرعة على الدعم الفني بس ليش أقول مو بروفشنال أولا في واحدة من الشغلات صارت لي مشكلة فيها شرايت سوارة ذكية عادية مو بممنوعة وتباع عندنا بس شرايتها من برة لأنه ما كانت المقاس اللي أبغاها موجود عندنا وما وصلت قاعدة شهر ونصف مشاكل في الشحن تواصلت معهم طنشوني وأكثر مرة لما تصبح المشكلة يطنشونك مايو اس ميزتهم أن عندهم خدمة التجميع وأراميكس مثلا ما عندهم خدمة التجميع أشفك التجميع لما تشتري مجموعة من الأشياء تقول لهم فكوها من كاراتينة وحطوها بكرتون واحد مشكلة مايو اس أنه ما يفكونا من كاراتينة دائما فبالتالي إيش يسوون يحطونا بكاراتينة يحطونا بتغليفة فيصير حجم الكارتون أكبر فبالتالي رايح يسوون عليك أكبر قيمة أكبر للشحن بعدها انتقلت لشركة اسمها فيشز فاست وأول ما بدأت تجربها بدأت تجربها قبل أن تشتهر وأعتقد لي تكلمت عنها في تويتر وفي سناب شات وكثير تكلمت عنها في أماكن ومبعدها بدأت تشتهر شركة فيشز فاست حلوة أحلى من مايو اس من ناحية الأسعار بالنسبة لي بس مشكلته منه لما بدأت تشتهر وصار عندهم مستخدمين كثير صار الضغط أكبر وصاروا يتأخرون كثير شخصيا أفضل فيشز فاست على مايو اس لأنهم نوعا ما أفضل في التغليف أفضل في الشيئة كثيرة أفضل في التصوير في شغلات مرة كثيرة لكن يصلح للي مو مستعجل إذا انت منت مستعجل شاحنتك أطلبها من عندهم وخلاص يعني بس لأنه مشكلتهم هم أنهم يتأخرون بعد أن تقلت الشركة جديدة إلى الأنماحة تقريبا يعرفها لعدد بسيط عندنا في السعودية واللي اسمها ماي مول بوكس هذه الشركة هي أفضل شركة جربتها من ناحية السعر أقلهم لما تقارنها بفيشز فاست ومايو اس ولما تقارنها بكل الشركات هي أقلهم من ناحية السعر الشغلة الثانية لما أحيانا تشحن منتج مثلا مايو اس وفيشز فاست كل شركة عندها سياسة لإستخدام مثلا تقول لك والله المنتج يقدر عندنا في المخازن مثلا شهر ستة شهور زي كده سبعة شهور بعدها عن كل يوم رح ندفعك دولار رح ندفعك دولارين حسب الشركة مثلا مايو اس يقول لك بعد الشهر كل يوم يدفعونك دولار إذا ما خانتني الذاكرة فهذه مشكلة بينما ماي مول بوكس خلي عندهم مجانا إن شاء الله سنة سنتين ما عندك مشكلة هذه الشغلة الشغلة الثانية سعر الشهر عندهم أرخص أسرع في التعامل من مايو اس وأسرع في التعامل حتى من فيشز فاس وكذلك التغليف عندهم أفضل من الشركتين السابقة الشركة مبدئيا لأنها جديدة ممتازة جدا وجربت أشحن معهم كثير قبل أن أبدأ تتكلم عنها هنا بس ما أعرف كيف بعد ما تشتهر كيف راح يكون موضوع الضغط هذا موضوع مختلف ثاني تماما طيب كيف تطلب من برة أكيد لازم تحتاج فيزا أنا أصحكم شخصيا أنكم تروحون وتأخذون فيزا مسبقة تدفع من أحد البنوك وما راح أذكر اسم بنك معين لأني أنا ماي جاهز ويدعاية لأحد هنا ولكن هذه تجربتي مع الشركات وما زلت بالنهاية أقول أفضل أنكم تشحنون بشكل مباشر أفضل بمئة مليون مرة من أنك تشحن من الشركات الطرف الثالث خلت الشركات الطرف الثالث شيء ثانوي ليش أولا أوفر لك يعني مثلا لما تطلب من أمازون يعني بدون ما أدخل في أرقام وتفاصيل وكيف تحسب أحيانا يعني لقارنت لقيت أنه شغلة أشحنة من أمازون ممكن تكلفني أربعين إلى خمسين دولار بينما من هذه الشركات راح تكلفني 130 إلى 150 دولار فرد مرة كبير الشغلة الثانية أمازون نفسهم عندهم تجميع لما نتكلم مثلا عن موقع زي اي هير الآن صار عندهم اتفقية جديدة مع دي اتشيل صار تقريبا مهما أختار من عندهم صار يطلع ثمانية دولار قيمة الشحن فقط ثمانية دولار شيء مرة يعتبر رخيص نشوفكم الفيديو القادم إذا عندكم أي استفسارات أكيد حطوها في الكومنت راح حاول أجاوب على كلي الاستفسارات بقدر الإمكان أهدا نشوفكم الفيديو القادم مع السلامة